القانون الجديد سداد مستحقات التأمينات تدعي المستفدين بالتقسيط على خمس سنوات أهلا بكم معافية الجديد وخبر جديد خصة أصحاب المعاشات أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك أجازة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقمي 48 لسنة 2019 الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تحصيل مستحقاتها لدي المؤمن عليها بالتقسيط ووفقاً للمادة 133 من القانون يجوز الهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها المؤمن عليها بالتقسيط ووفقاً للجدول رقم 4 المرفق وتسقط الأقساط المتبقية في حالة استحقاق المعاشة العجزة والوفاء وفقاً لأحكام المادة 21 من هذا القانون ولا يتم صرف المعاشة المستحقة وفقاً للباند رقم 6 من المادة 21 من هذا القانون إلا بعد أداء المبالغ المستحقة للمؤمن عليه والكيمة الحالية للأقساط وفقاً للجدول الكيمة الحالية المرفق باللاحة التنفيذية لهذا القانون وتنصر المادة على أنه في حال صرف تعويض الدفع الوحيدة مع عدم استحقاق معاش تقصى مع كيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من المبالغ المستحقة له ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عن الأجر ويستاني في السداد فور استحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدرة المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة له قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين على خمس سنوات كما يكون للهيئة الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة له وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة اشتركوا في القناة